تواجه أوروبا تحديات كبيرة مع ارتفاع أصوات اليمين المتطرف المعادل الهجرة والمهاجرين حيث شهدت القارة العجوز في السنوات الأخيرة صعودا كبيرا للأحزاب اليمينية المتطرفة بما تحمله من ملامح عنصرية في أدبياتها وبرامجها وسياساتها الأمر الذي ألقى بظلال قاتمة على أوضاع المهاجرين في تلك البلدان صحيفة لوموند الفرنسية وصفت ما يجري في أوروبا بالزلزال السياسي على ضوء تحكم التحالفات اليمينية في دولها وهيمنتها على برلماناتها وهو ما لم تشهده أوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية في ظل صعود كبير وسريع لأحزاب لا تخفي جذورها الفاشية والنازية بحسب وصف الصحيفة التهديد الكبير يضع مستقبل المهاجرين وبخاصة المسلمين منهم في واجهة الخطر خاصة مع تنامي الإسلاموفوبيا في العديد من البلدان الأوروبية حيث تشترك الأحزاب اليمينية بمعاداتها للاجئين وتعتبرهم خطرا على ثقافة المجتمع الأوروبي وهويته حتى أن هذه المزاعم كانت بابا من الأبواب التي دخلوا من خلالها بحملاتهم الانتخابية ونجحوا في الحصول على أصوات الناخبين ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية بدأت الأحزاب اليمينية تدعو إلى هوية وطنية جعلت من الحرب ضد الإسلام واحدة من موضوعاتها المركزية في مسعى منها لتحقيق أهدافها المعادية للإسلام وللمهاجرين بشكل عام يتجلى ذلك أيضا في تعطية وسائل الإعلام الغربية التي تتجاهل حوادث العنف ضد المهاجرين بينما تترصد لأي جريمة يقترفها مهاجر حتى ولو كانت رد فعل على استفزازات عنصرية باتت تتسع يوما بعد يوم